شوفوا يا لبنات الطريقة رهي سهلة خلال خلال كوكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد على قناتي امينا ستيل يما زل ما اشتركتش في القناة غير تشترك وتفعل زل الجرس باش يوصلكم كل جديد الفيديو تاع اليوم يا لبنات طريقة تفصالة وخياطة هذا الموديل شاركتو دجا معاكم في الفيديو لقبل هذا شفتوه اعجبكم اكيد قول الحبيد نزيد نعمليكم طريقة تفصالة وخياطة كما تعرفو نشارك معاكم غير الموديل السهلة والبسيطة اصلا انا نحب الموديل السامبل واكيد اي واحدة مبتدئة رح تنجم تخيطوا لانه موديل سينخلاح كما شفتو اقبل في الفيديو تاعي دائما طرق تاعي سهلة وبسيطة جدا ما ننسوش تدعموني وتخلو لي جامو كومندير بحنا نتشجع ونهبط لكم الفيديو من هذا النوع كاملوا الفيديو الاخر وان شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم شوفوا يا البنات الموديل هذا شاركتو معاكم اقبل اذا تشفو عليه الموديل هذا اللي درتو في العيد مش العاملي فاتلي قبلو خيطت هذوك الجبه اللي جي محلولة كاملة ووازعة وعريضة تتفكروا هايخي الموديل بيعد دعي الكدوم منها معا باينهم شاركت معاكم الطريقة سهلة خلاح نفس الشي كما عملناه في هذك الموديل اللي هي الموديل الصفر والى الزرق خطر نفس الافصالة نفسها في الطريقة هذي غير برك ما ديش كاملة محلولة دي غير هكا يعني اللي هنا وتحبز ومبعد تتفصل النص تحتاني في صالة تعقندورة عادية ولهنا تعملوا غير هذو كلي بلي وديروها وديكم كما هكا موديل تحفة وكلاس كما تعرفوا الخمار ما يعطيكش حق الموديل كما يلزم تخيلها مع شعر يكون مسيب وهابط وتروحي بتهني بها ولا تعيدي بها صدقوني روعة 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 والواقع خير ببرشة من الفيديو ومن التصوير يملوا الفيديو للاخر وضوك تفهموا الطريقة طب واحدة واحدة واللي عندها اي سؤال ولا اي استفسار خليهولي في لايكا موديل بنات ان شاء الله تكونوا سعبة وخير شوفوا يا لبنات درت لكم يعني باترون على طريقتي لانه بهددوا تفهموني اكثر ملق معايش ورغم الله المجهودات هذه كلنا نعمل فاعل خاطركم يعني ما كملتش مطنشني من طيبة فطوري من زيل يعني برشة امور عندي وقلت ما عليش نزيدنا عمليكم الباترون باش تفهموا الموديل اكثر واكثر وتدعووا لي دعوت خير وتدعموني اكيد بالجام والكماندير دركة يا لبنات راح نفهمكم في الموديل هذك اللي اخضر كيفاش نجيبوا لقماش فيه ميتر ترتين ونص ميتر ترتين ونص نطبقوها على ربعة جينا كيما هك بالطول نطبقها على ربعة خاطر راح لجهة اللي تتماغد نجول هنا نحدو الطول تاعك من من الخسر حتى للأرض الطول تاعك انتي حرة يعني في الطول قديش والنص اللي من الفوق تبقى كل واحد والمقاسات تاعو النص اللي من الفوق ستة وثمانين سنتيمتر انا نعطيكم على المقاسات تاعي وانتم تبعوا على تاعي وإلا نقصوا ولا زيدوا كل واحد والمقاسات تاعو هذا التحتين هو اللي راح نفصله القندورة ملتحت تحبها بعد انتي تحبها على عرضها تحبي تنقصي فاكين لي يحب يدير هذاك الموضين ليكون ملتحت رقيق وملتالي يجيب على فونت انا خليتها لا انا خليتها ديركت يعني قادرة تمشي هكا زيدت عادي تنقصي لهنا ودري فاهملتالي بالفونت لسانسيال نجول هنا نحو ستة وثمانين سنتيمتر لي يبقى لنا نص هذا التحتين يبقى لنا هذا هذا نفصله بالطريقة تاع نص قندورة من الخسر وهب اللي هي عادي دي بالمقاسات تاعك اللي هي انا المقاسات تاعي خمسة وعشرين سنتيمتر زادتها اثنين سنتيمتر تاع الخياضة في الأغلبية في القطيفة منزدهاش اثنين سنتيمتر خاطر رقعباكم من مدى طماغت مافيهاش مشكل ومن بعد نهبط من الخسر للاردف ثنين وثلاثين سنتيمتر ومن بعد دوران تعال الاردف تاعي الى اربعة نلقاه ثنين وثلاثين سنتيمتر زيد الثنين وهذا كيف كيف راول دوران خسر تاعي قسمتوا على ربعة جاء خمسة وعشرين سنتيمتر زيد الثنين الحد لهنا مفهوم ومن بعد ربطتهم حدل تحت وخليت خمسة وثلاثين سنتيمتر تعالى فونت انتي تحبي ما ت هايش تحبي ديرها اكثر اقل حرة ولا الحد لهنا النص تحتيني تهنينا منه سيبوا مفهوم نرجع لكم للنص هذا ليبقى ليهو 86 سنتيمتر هذيك 86 سنتيمتر تقسمها على ثنين ديك 43 سنتيمتر 43 سنتيمتر هذي راهو طول تاعة ملكة تف للخسر ملكة تف للخسر تاعة 43 سنتيمتر يعني 86 اللي بقت قسمتها على ثنين اعطتني اه الامام والخلف هاذا نكتب هالك فهمتو يعني هذا هو واحد راح نجيره الامام واحد راح نجيره الخلف الهنا هو مطبق على ربعة نجيله هنا نجيله هنا نحلو شفتوه هذا مطبق على ربعة نجيله هنا نحلو شو كي نحلو كيف يجوني ما تتلوموش اللي بنات هذا هو خاطئ هذا غلطت شغل نجيله هنا نجيله هنا نجيله هنا 43 سنتيمتر ها هياوين نكتبها لكم الهنا 43 سنتيمتر 43 سنتيمتر 43 سنتيمتر هذي الخلف وهذي الامام فهمتو ها هياوين نحلها راح يجيني طول تاعة مية وخمسين 43 سنتيمتر يعني ميترة ونص على طول القماش هذك اللي تشيره من عند ليبيا المهم ميترة ونص ديك هذي جيك ميترة ونص وهذي جيك ميترة ونص الامام والخلف كيف بعضهم فيتفرقوا ويتفرقوا في الرقبة وتعظهر يعني لهنا أنا الخلف عملته رون عادي لهنا 8 سنتيمتر ولهنا 8 سنتيمتر وهبطت بخمسة انتي حرة لهنا كيف كيف 8 سنتيمتر 8 سنتيمتر وهذي هبطت بـ 22 سنتيمتر يعني انتي حرة قد ما هي تهبطي تهبطي لهنا تهبطي لهنا انتي قد ما هي تحبها محلولة حد لهنا فهمنا تجي لهنا هذا الكتف لحد الآن ما زلنا نحكو على الامام والخلف تفجيه الامام تاعك الخلف تكون فيه ولا تفجيه انتي حرة لهنا بعد ما كملنا هذا من الزوز نجي نحط الكتف هذا مع هذا هذا مع هذا وهذا مع هذا فهمتو نلصقوها ديجا في بعضها والشيء الخياطة نخيط منه حتى كي قريب نوصل للاخر نخلي نخلي واحد العشرين خمسة وعشرين سنتيمتر هاي نقولو 22 سنتيمتر ولا انتي يوجد ما هي تحب يتخلي من هنا ونتخرج يدك هذي هي البلاصة اللي هتخرجي منها يدك تسمح تخيطي جير منا للهنة تخيطي هذية مع هذي منا للهنة وهذية مع هذي منا للهنة لحد الآن رأي مفهومة كملنا هذا وهذا كملنا ضرق الجزء الفوغاني ما فهوالو اسهل من هكره ما كانش نجو للنص تحتيني نرجعو ليه كي نحلوه على ثنين نقعوه هنا خمسين سنتيمتر اللي هي خمسة وعشرين من وخمسة وعشرين من هذي هاي هذا النص اللي ملتحت نجي ذركة نفسه الخلف والامام فيه حتى هو فيه الامام والخلف غير راني نزرب بركة البنات وعبركم رمضان وجينا العيد المهم نجي في الظركة كل واحد هذا نص تحتيني الامام والخلف الامام ركبوا مع الامام والخلف الركبوا مع الخلف فهمتو؟ الظركة اللي هنا شتو هذي مئة وخمسين سنتيمتر مئة وخمسين سنتيمتر يلزمك تركبها فى الخمسين سنتيمتر هذي اللي هنا تبيني الشطرة دائعك شطرتها فلي بلي طاق طب ان اخدمي هكي اخدمي واحد الاندوى تزيد اندوى اخر وتزيد اندوى اخر وتكملي بنفس الطريق تحكمي مع هذه بانجل وتحكمي النص مع النص بانجل وهذا تصرفي فيه يجب ان تضعه كامل هنا وهذا كل يجب ان تضعه كامل هنا لحد الان اراه مفهومة يلي بنيت اراه موديلة سهلة الاخلاع اسهل من هكه ما كانش يعني موديلة روعة وكلاس ويهبل وكم شفتوه يعني اسهل من هكه ما كانش وان شاء الله تخيطوه للعيد اذا لاحقكم الوقت اذا ما لاحقكمش بعد العيد نجمو تخيطوه فيه حاجات اخرى يعني فيه قماشات اخرى يصلح فيه قماشات اخرى ثاني ويجي تحفى ويهبل هاها ياوين يا البنات اللي تحب تدير تدير بطبع طريقة بما تغلطش حتى فيه حاجة هاها هذه هي اللي بناتها يعني نقول لكم الهنا 43 سنتيمتر اذا والارتفاع من الكاتف حتى للخسر هنا نفس الشي 43 سنتيمتر من الكاتف للخسر من الكاتف للخسر تفهمنا ديروا لي كابتير به تفهموا به تتبعوا الطريقة وان شاء الله يا ربي تكون فدتكم وعجبتكم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نرجعوا لهنا يا البنات كما قاعدين تشوفوا وقاعد نطبق في الطريقة اللي نعتلكم على القماش لهنا كما شفتوا نحية النص الفوغاني اللي هو 86 سنتيمتر يبقى لي النص تحتاني هني راح نفصل وذركة معاكم نعمل 25 سنتيمتر داعية ذيكا دورا الخسر على ربعة و 32 سنتيمتر اللي هو دورا الأرداف على ربعة لأنه اللي تقماش مطوي على ربعة ونحبط كما هيكا انقص انتي من تحت حرة تحبي تعملها على عرضها تحبي تنقصي في العرض تحبي كيكون عندك القماش أكثر تفصلي نص تحتاني على طريقة الدخل في الخارج وتعملها إيفازي تحبي تعملها بواسان نص تحتاني انتي حرة في النص تحتاني تصرفي فيها نرجع ذرك للنص المفوغاني اللي هو 86 سنتيمتر هاها يا وين راح نقصمها على ثنين ديني كل فلقة ارتفاحها 43 سنتيمتر وعرضها متر ونص يعني أكثر منهاك ما كانش حاجة مفهومة نجيب كل واحدة واحدها الأمام واحده والخلف واحده وهذاك الأمام وهذاك الخلف لهنا جيت عملت 8 سنتيمتر وراح نفصل الراقبة وهبط بعشرين المرة لولا درتها كشغلها كواحدة الفصالة كيما هكو ومبعد قلتها خلي نعملها في سامبل اينا رمك نادري كل سامبل في الخياطرة وكل شي سامبل كيما شفتو الأمام والخلف ومبعد لهنا انا حولت لها الفصالة يعني اللي حاب تديرها كيما ذي تدير مبعد عملتها فيه بدلت رأيي فولا نكملوا لهنا انا بدلت رأيي عملتها فيه مبعد ما عملت الأمام والخلف دركة راح نسفج اللي هو تسفج تفرجوا وتبعوا يا البنات انا الطريقة تاعي في القطيفة ديك خدمة ميتة وحاجة تهبل 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 تصدقوني مش هحتندموا خلاه لان انا جربت ليكم باركي البنات بيش تشوفوا الأمام كامل يعني كيفاكي تحكمي هكا بالبانجل ومبعد هذي حديريهم بليات يعني جزت مثلت ليكم باش تفهموني مبعد قلت بليكش ما يفهمونيش ولي درت هذك الفيديو تاع الباتران باش تزيدوا تفهموني أكثر ها هي وين طريقة يا البنات يعني اللي بلي اعملي اندوا عمليهم اعراض باش يجوك ملاح لهنا الطريقة تصفج تاعي انا في القناتر تاع القطيفة تحفى وديك في نسيو ميتة القطيفة نصفجها بالقطيفة لا نقاش في هذا الموضوع وكل واحد ونحترم كل واحد وطريقتوا ما كالله تجوني كالخياطات ذو كاللي يلعبها فايقين ويفتوا ولا حاجة اللي حيبة تحل القنات وتعلم بصحتها انا راني النهات فليزا ست يستاعي انا ونشحولي ويعجبوني من نهات بطريقتي ونعلم بطريقتي اللي عجبها مارحبة ما عجبهش هي حرة ما كالله تجي تدبر علينا لهت المهم كان نصيحة في المقبولة مارحبة بيك كان نصيحة بفياقة ما نسحقو هيش المهم كيما شفتو يا البنات هيا وين الرقبة طريقة تعتصفاج عادية نكرونتي وكلش بعد تبعو مليحظوك تشوفو الخطوة اللي بعد هذي كيفش راح نعمل هيا الاغلبية كل يخدموا بها هاكا مع انتا اما بالكش انا ديما نحكي مع الفئة المبتدئة مع الفئة اللي ما تعرفش فهمتوني يعني ما كالله تجيني خياطة وتعرف ومالفة وتقولي شكوني ما يعرفش يعملها ذاية نعتيلينا انا مش لي نحكي معكم انتم اللي تعرفوا يعطيكم الصحة ان شاء الله المزيد من النجاح راني نحكي مع الفئة اللي ما تعرفش مع الفئة اللي قادة تتعلم في الخياطة ومازلت مبتدئة والا نكونوا واضحين لانا كافية تظهر كما شفتوا قطيفها انتانا حتى كينكفها جيني روعة كتكون روعة ولا حاجة ونحددها جيت هبلتانا يبقى ما ننصحش بها المبتدئات خطر وعليش ممكن صعبة عليهم شوية ممكن تتلهوث تجيك معوجة اما نحكي انا طريقتي كينكفها ثانا جيني روعة لهنا طريق التسفيل شفتوا كيفية عملت قلبت قصيت صحة جست وشح يبقى في ذاك التسفيل جيني الداخل وكيما شفتوا حطيت شاريت هيدا اللاسق تحت الخياطة شوفوين واضحة طريقة اوضح من هكا ما كانش والله العالي العظيم ما تلقوش تعلمكم من قلبها كيما هكا يعني وبالبساطة وبالتواضع تاعي انا من الاخر غير برك انتم مدعموني ما تبخلونيش والله ما نبخلكم شوفو هالبنات هذي هي الطريقة تاعتصفاج سهلة درت لي بانجل نجيب طبة مبلولة طريقة الحديدة مبلولة مبلولة ونحط هكا على الحديد جست هكا ضربة خفيفة والنحية ذو كالي زي بانجل خطر يخلولي الاطراس تاهم نحيهم جزد وين طلسك برك الناحية ونحاود نرجع نحدد بقوة نعفز على الحديد بكل جهدي بها تجيك الخدمة ميتة قلت ليكم انا طريقتي كيماك الحديد ما نحطش الحديد على قماش ديريكت نحط ديمة طبة دراها كيماك ما تسحقيش وحاجة المهم تكون بيضة باش ما كيت تبل ما تفسخش ليك على قماش فهمتو تكون كيماك ودرت هالحديد تشوفوا كيف هجت الفينيسيون حاجة روعة خدمة ميتة تشوفوها في الواقع خير خرم الفيديو شوفوا يا البناء تتهبل تهبل اللي هنا نجي نحكم مظهر مع الامام كيما قاعدين تشوفو وراح نخيط هذيك الكل حتى ننخلي غير الفتحة هذيك الطرف اللي حنخرج منه يدي هذيك فهمتو اني على جايلكم نختم بالميتة رو قصم بالله في العادة ما نختمش بها خلال عيني ميزيني ما اعملي عشرين قد ما تحبي انتي الفتحة تعالي تخرجي منها يدك فهمتو عملت خليت هكالفتحة الجهة الاخرى كيف كيف ونخيط الاكتف شفتو الكتف لهنا مش هو كف ناشو سنتيمتر الكتف هذك شفو قد ما يطويل خطر رح يجي امنو كتف ومنو ديريكت يهبط المانش فهمتو عم الحد الان راهي سهلة ومفهوم الطريق فهمتو يعني راهي روعة وعن بالكم بالي البنات الماضي لهذا تنجمو تعملوه في حجاب حجابة تخرجة تعمله في حجاب وتخرجي به ويكون في قماشة كرائب حواجه قماشة تاع حجابات وتخيطيه وشي ملتحت عريض يعني ايفا زي ملتحت يكون ايفا زي اما نحكيك على الفصالة النص الفوجيني ثانا في حجاب مواضل جديد وحاجة جديدة وكل اشتردو الناس اللي تلبس غير حجابات جربوها حاجة ملاحة لهنا كيما شفتو يا البنات زربت لهنا خطر معتش عندي الاسباس في التليفون كي نعمل نصور بطريقة لتزرب كيما هاك شوفو اندواء ديما اللي بلي اذوكا نختم اندواء المهم يلزم المياوس خمسين سنتيمتر اذيك تاع الفوق تاع النص الفوجيني يجي معا الخمسين سنتيمتر تاع النص تحتين وهذه هي النتيجة يا البنات شوفو كيفية جد هذي الفتحة اللي حنخرج منها يدي خليتها وذركة رح نوقف القندورة تاعي سهل اخلاه ما فاولو في هاش حاجة هاي قولولي كين اسهل من هكا ما كينش خلولي رايكم يا البنات في التعليقات وشجعوني ودعموني بقنا نتشجع ونزيد والله عندي برشة لموديل في الحبيات عندي جديد 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 متعملش قبلي كده قيلها المصري انتم برك شجعوني ودعموني والله غير نهبلكم بالجديد ولا حتى ومنا بخلكم حتى في حاجة تفاهمين قوليلي في الكمانتر تفاهمين بش نعرف بلي تفاهمنا لهنا كيما شفتوا يا البنات بعد ما وقفتها وقفت القندورة لهنا منا ومنا في الاجناب شوفوا كيف هي هالرقبة في نيسيان تهبل وشي نوصيكم السور في لاج متقولي شيقة طيفة ما نعملش لها ولا السور في لاج ولا السور جي المهم من الداخل من الداخل يزمك تكون الخدمة ميتة ومو لحظة اخرى يا البنات ننصحكم بها شفتي هذيك الخياطة ذي تعوين اللي بلاي دوران الخسر كامل تعال الخسر كامل تعال القندورة هذي عودي خيطيه مرتين خيطي مرة مرتين اذا قادرة خيطي حتى تلات وعليش خط القطيفة في ساعة تتفطق وكي تكون حاجة فيها اللي بلاي وجهة الخسر اراعي تعمل تتفطق فاسي الماء من الاحسن خيطي مرتين واثنين باش كي ما نقولو ولا كليان تعكي تدي حاجة تدها ميتة ما ترجعش تيك نارو غري تتفطقت لي ولا هذي كناصحة باركو السور في لاج ونحي الخيوط متخليش الخيوط خيرجين من القمي حتى كي مزروبة الحديد شوفوا الحديد وازاي والفينيسيان شوفوا القميش والله الموضيل شوفي كيت خيطي موضيل سامبل ما فيه ويلو يا اخي ولموضيل داعي كل سامبل ما فيهم حد شي عقد ما يكون الموضيل سامبل ومفيني فينيسيان ملاحة متستحقيش للجقجيق والعقاش وكل حويجة متستحقيش لها كي تكون الفينيسيان تاعك ملاحة ننصحكم يا لبنات غير على الفينيسيان الحديد حدي حدي القندورة بعد ما تكملها حدها في الجناب حدي ليمانش حدي كلش الكفة حدي الحديد راو حاجة مهمة صدقوني وتقطعي الخيوط وتقصي الخيوط وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة